طيب جوي جوي ليه حسونة؟ بجا البلد والمسؤولين مش عارفيني نصاته السياحة وإحنا اللي حنتب موضوع نقول فيه إزاي نرجع السياحة جوية تاني هو إحنا نفهم إيه في الموضوع ده إحنا عندنا أثار كتيرة جدا ومهمة ومناظر طبيعية خلابة وكبال وصحرة وبحر ونيه كل حاجة ممكن تعجب السياح ومع كده محدش بيجي ليه بجا؟ ما هو ده اللي الأستاذ عاوزنا منعرفه أنا عن نفسي مش هكتب حاجة أو يعني بمعنى آخر هستنى أي حد فيه يكتب موضوع وانجله منه بس ده كده جش؟ بجا كده ماشي ماشي يا فارس بجا شوف مين اللي حيدي لك التاب تلعب به بعد كده وهو أنت بتخلينا ألعب خالص؟ أنا عرفت مين ممكن يساعدني ويقول لي معلومات تفيدني في الموضوع ده طب قل لي عليه وانا جي معاك هوي خالي سيدون هوي يا بكار عامي ليه في المدرسة؟ الحمد لله ماني جاي لك عشان كده والله يا بكار الحالة واجف خالص والمقرباز الجديد اللي اشتريته علشان أشغله في السواحة أما لسرف عليه دم جلبي وما فيش دخل خالص ومش هنقدر نديك يعني المساريف والبوكت موني والهاجات دي لا يا خالي أنا جزد أقول أننا بنكتب موضوع عن تنشيط السياحة وكنت عايز أعرف رأيك في الموضوع ده با يا سلام بس كده ده أنا يا بكار أحسن واحد يقول رأيه في أي هاجة وخصوصا الموضودي طب قل لنا بجا إزاي ننشط السياحة تنشط السياحة بالألعاب النارية أنا عايز كل الناس كل الناس تصدق أنكم سياح فعلا عايزكم تتكلموا انجليزي أنا معرفش اللي يابان انت أتحذر يا بني عدم أنت ولا إيه يا باشا انجليزي إيه بس ده احنا ما بنعرفش نجرى ونكتب لو عايزين تقباضوا يبقى تتكلموا انجليزي ماشي همتجن أي تطجيب يو آر ايام تويل فيرزولد ديف مي ماني حلواوي الموضوع مش محتاج أكتر من صورة ليا معاكو أنا والسيد رئيس الحي وننزل الخبر في كل الجرائد تحت عنوان عودة السياحة لكن أصحاب البزارات عارفينك ده احنا علنا لهم خلوص مش مشكلة مش مشكلة المهم بس أنكم تبانوا في الصور سياح وخدوا كل واحد هيصرف له خمسة دولار في البزارات يلا إن شاء الله ما حد حاوش والفلوس دي يا باشا كده يعني هتروح عليكم لا احنا هنبقى نزود أي رسوم على أصحاب البزارات على أول الشهر نلمي بيها الفلوس اللي هندفعها لكم النهاردة وبزيادة كمان اشتركوا في القناة